كفر زيتا موريك اللطامنا لحايا وغيرهم من المدن والقرى في ريف حمات الشمالي باتت تحت سيطرة قوات النظام بعد أربعة شهور من المعارك والقصف يظهر هذا التشجيل المصور وجود قوات النظام بالقرب من نقطة المراقبة التركية التاسعة في مدينة موريك في حين لم تصرح تركيا عن مصير عناصرها داخل النقطة بعد تأكيدها سابقا على لسان مسؤوليها عدم سحبها وإبقائها في المنطقة الأمر الذي أكده وزير الخارجية التركي مولود شاويش أولو عبر قوله إن جنود بلاده لن يغادر نقطة المراقبة رغم سيطرة النظام على المنطقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن هجمات قوات النظام على إدلب تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي التركي جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث آخر التطورات الميدانية والسياسية في المنطقة حذر خلالها أردوغان نظيره الروسي من وقوع أزمة إنسانية كبيرة جراء الخروقات المستمرة لنظام الأسد لوقف إطلاق النار في إدلب وحول وجهة النظام القادمة ضمن عمليته العسكرية حذر القيادي السابق في جيش العزة المقدم سامر الصالح من أن المرحلة الثانية من العملية العسكرية ستكون معرة النعمان في رف إدلب واعتبر الصالح أن السيطرة على خان شيخون هي المرحلة الأولى فقط متوقع أن تمتد المرحلة الثانية إلى مدينة معرة النعمان بعد وقف المعركة لفترة قصيرة ريثما يتم تجهيز وترتيب صفوف القوات المهاجمة